موسيقى 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 حابة أول قرار يعني أنا عندي 200 جرام لحمة 100 جرام حمص 100 جرام جزر 100 جرام بطاطس كل الدوك بنسلقه وبعد كده بنبدأ واحدة واحدة في الطاصة بنعمل البصل ونعمل اللحمة نشواحها وفي الأخير خالص بنبدي في القراصيها وبنعمله لقمة لقمة تعيش وبتخش الفور جميل طيب حضرتك ابتدي اشتغل وهنتابع معي خلال فهرياتنا النهارة وهي فهريات طبية بتهم ناس كتير بتسأل عنها طبعا احنا عارفين ان الانسان اغلى قيمة خلقها الله على الارض وتخل له كل شيء فمن المؤكد ان صحة الانسان وسلامة بدنه ونفسه وعقله من اهم ضروريات حياته ومن ضرورة استمراره لأعمار هذا الكون لذلك دأب الانسان منذ الازل على البحث عن الشفاء وتطوير العلاق حتى وصل الطب الى ما نحن عليه الان من تقدم خلونا استكمل حدثنا مع ضيف حلقة النهاردة دكتور احمد كامل بكري اخصائي الحقن المجهري واطفال الانبيب بمركز بنون اخصائي النساء والتوليد وجراحات المناظير المتقدمة والعقم بمستشفية جامعة اسيوت عدوة الجامعية الدولية للموجات فوق الصوتية عدوة الجامعية الاوروبية للخصوبة اهلا بك يا دكتور معانا في اول حلقات بمنمجنا اهلا يا فندم من السعيد طبعا من نبع معاكم مع السادة المشاهدين ان شاء الله وشكرا على المقدمة الجميلة اللي حضرت كنتيها عمليات الحقن المجهري من اكثر التطورات العلمية اللي قدرت او احداثت فارقا في حياة العديد من الازواج اللي كانوا بيفقدون الامل في الانجام عشان كده احنا عايزين نعرف استادة المشاهدين ايه هو الحقن المجهري طبعا احنا في مجال الخصوبة او التكاثر او زي ما بنقول العقم حدث تطور رهيب طبعا مع حدوث الحقن المجهري وده زي ما بنقول التفرح احداث التغير تماما كبير في مجال العقم بحدوث الحقن المجهري عشان نقول ببساطة ايه هو الحقن المجهري هو حاجة مشابهة بنقول اللي بيحصل في الطبيعة بنقول عليها وسائل الاخصاب المساعد وسائل الاخصاب المساعد تشمل الحقن المجهري وحاجات تانية بنقول اطفال الانبيب او بنقول اللي هو التلقيح الصناعي في وسيلة الاخصاب المساعد احنا بنحاول نخلي يحصل اخصاب بنقول البوايضة عن طريق الحيوان المنوي عشان يحصل الحمل زي ما بنقول في الحقن المجهري الموضوع ببساطة شديدة ان احنا بنسحب البوايضة من الزوجة وبناخد الحيوان المنوي من الزوج وبنحقنهم وده عن طريق معملي وبعد كده بنرجعهم لبيطانة الرحم بعد تجهزها لإهداف الحمل زي ما بنقول وسيلة اخصاب مساعدة طب ايه هي العوامل اللي بتأثر على نجاح حملية الحقن المجهري هو ببساطة شديدة زي ما بنقول ان هو حدوث الحقن المجهري نجاح للحقن المجهري زي مثال بسيط زي الزرعة او الشجرة عشان يحصل نجاح لازم فيه عوامل كتير تبقى موجودة منها الزوجة تكون جودة البوايضة بتاعتها كويسة الزوج فيه حيوانات منوية الرحم تجويف الرحم المكان اللي احنا بنزرع فيه زي ما احنا بنقول زي الأرض تاني حاجة الحاجات المغذية زي المية كده اللي هي عبارة عن شعيرات الدموية او الدم اللي واصل للرحم وده بيخلينا يحصل زي ما بنقول هيخلي الأجنة دي تكمل الحضانة اللي احنا بنقول في الحقن المجهري الحضانة الصناعية اللي هي بتخلينا النمو للجنين عشان نرجعه للأرض بتاعتنا اللي هي بطنة الراحم العوامل دي كل واحد فيهم منفصل بيقدي لنجاح الحقن المجهري او فشله ففي حالة وجود عامل في مشكلة هو ده اللي بيأثر على نتيجة الحقن المجهري طب لو سني الزوجة بيؤثر على نجاح العملية من عدمها اه طبعا هي الفكرة بقى كلها في الزوجة الموضوع يعني بنقول الطبيعة ضد الزوجة او الانتة مش زي الرجل ان احنا لما الست بتتولد او الزوجة بتتولد بيكون عندها بويضات بالفعل وسنها اربع شهور كل ما بتكبر بيبقى السن البويضات بيكبر معها يعني اللي عندها 35 سنة فده عمر البويضات بتاعتها 35 سنة واربع شهور غير الزوج تماما اللي هو احنا بنقول عنده المصنع او الخصية فيها خلايا متجددة كل تلات شهور بتعمل لي حاجة مهمة خالص بتطلع لي حيانات منوية والحيانات المنوية دي بيبقى سنها او بنقول تلات شهور فده اللي بيفرق فكل ما بنكبر جودة بتاعت البويضات دي بتقل عددهم بيقل مخزون مبيض بيقل فده بيأثر طبعا على نتيجة الحال المكايف احنا هنا يعني سن الزوجة بينفضل انه هو يكون سنه صغير على عكس الرجل مش فارق السن قد ما يكون فارق جودة الحيوان المنوي اكيد طبعا السن من العوامل الاساسية في نجاح الحقن المجهاري كل ما الست بتتأخر في الحقن المجهاري ده بيخلينا نسبة الفشل بتزيد لان العدد بيقل الجودة بتاعت البويضات بتقل واحنا بنقول ان الحقن المجهاري بنقول خمسين في المية منه مرتبط بالزوجة خمسة وعشرين في المية مرتبط بأسباب غير معروفة وبنقول من عشرين لتلاتين في المية للزوج فاحنا بنقول ان تقريبا خمسة وسبعين في المية موجود بين الزوج والزوجة واكثر الى الزوجة فلما بتبقى الزوجة كل ما بتكبر في السن ده بيقفر على فرصة نجاح الحقن المجهاري بسيقى في عوالي بتأثر على جودة الحيوان المنوي بنصدر طبعا احنا بنقول ان الزوج لما بيبقى تحليله فيه مشكلة من السهل تحسينه تغيير العادات اللي احنا بنقول عليها عندنا زي السجير والادوية المنشطة والحاجات المخدرة لما بنوقع نتوقف عنها تماما ده بيحسن لنا نتيجة السهل المنوي وخصوصا كمال بيبقى فيه دوالي في الخصية او فيه اسباب تانية كل ده بتغيير بس نظام الغذائي ونظام صحي في الزوج لمدة 3 شهور ل 6 شهور بيحسن لنا نتيجة بنقول الحقن المجهاري يعني كمال الناس بيبقى تغذية واحنا معنا هنا الشيف بيعمل لنا خروف بالورقوق ايه رأي حادثك في الكلام ده اه طبعا احنا بدأنا نشم ريحة هي وحاجة جميلة يعني نشوف بقى حضرتك وصلت ايه كمان بتعمل لنا ايه الشيف عبدالله الشيف عبدالله الشيف عبدالله بيجاهز سلطة الرك وهنا قربنا هنا نخلص احنا خلاص هنا سلقنا اللحمة الحمد لله وسلقنا وسلقنا البطاطس وضفنا بنضيف الحمش اهو اخر حاجة دلوقتي معنا اهو طب المكونات اللي قالها الشيف كده يا دكتور المكونات دي هتكون مفيدة طبعا احنا بنقول طبعا الصلطة والخضروات والفاكهة من حاجات طبعا اللي هي فيها مواد ضد الاكسادة وبتحسن جودة الحيوانات المنوية جودة البوايدة فبننصح طبعا كل زوجين مقبلين على الحان المجهاري انه يبقى تغذيتهم الصحيحة بتحسن بنقول جودة ونتيجة الحقن المكونات طب ايه هي المشكلات اللي ممكن تحدث للرحم ويكون لها تأثير سلبي على عملية الحقن المكونات زي ما بنقول ان الرحم ده عبارة عن زي بنقول الارض للشجرة لازم تكون ممهدة بطريقة صحيحة يكون فيها كل عامل يساعد على حدوث الاخصاب طبعا فيه اسباب كتيرة بتعمل الفشل للحقن المجهاري اهمهم المكان اللي بنزرع فيه لازم يكون ما فيش لوف رحمية لحميات الصقاط في بطانة الرحم ده الجزء اللي يخص المكان اللي بنزرع فيه طبعا المكان ده بتغذى عن طريق شعيرات دموية فيه ناس كتيرة عندهم امراض منعية او امراض اجسام مضادة زي ما بنقول دي بتتحد وبتقفل شعيرات الدموية فبتخليلنا ما بيحصلش انغماس او منقول السقوط المتكرر او الاجهاض المتكرر لوجود الاجسام المضادة او الاجسام المناعية الحاجات دي ده منقول ده المكان اللي احنا بنزرع فيه لازم تكون البذرة بتاعتنا بنقول او الجنين هو اللي بنحطه جوه بطانة الرحم جودته ممتاز لازم يكون بنقول جاي في الفصل بتاعه او الوقت او المعاد بتاعه اللي هو بنقول الجنين اليوم الخامس الجنين بيوصل لبطانة الرحم على اليوم الخامس فالاجنة بتاعته اليوم الثالث وده كان موجود في الاول واغلبية المراكس ديولايات بيشتغل بالاجنة اليوم الخامس طبقا للتوصيات الا في حالات معينة حضرت التفرة في نجاح الحقن المجهري بيوصل الجنين للايوم الخامس بجودة كويسة في حضانة كويسة وده بيساعد على انغماس الاجنة وده حاجة مشابهة او مماثلة للفيسيولوجي زي ما بنقول او طبيعة الحياة انه الجنين يبقى في اليوم الخامس في بيطانة الرحم وينغمس واحصل له اتصاق فده بيحسن لنجاح الحقن المجهري طيب لو هنا بقى فيه ورم دي فيه سواء كان داخل الرحم او خارج الرحم كيف تأثيره على نجاح حمالية الحقن المجهري طبعا بنقول الاشري او الوربين سوسايتي كان لها توصيات جديدة في موضوع اللوف الرحمية وتقييمها وايه ليأثر ولا لا طبعا اللوف الملامسة او بنقول جوه بيطانة الرحم دي لها دور كبير في فشل الحن المجهري وهنا بيجي دور المنظر الرحمي في تقييم بيطانة الرحم والاشعة الثلاثية الابعاد في تقييم هل اللوفة دي بتؤثر على المكان اللي من نزرع فيه او بنغمس فيه تنغمس فيه الاجنة ولا لا في حالة وجودها في الخارج بيبقى لنا تقييم لكل حالة بطريقة منفصلة هل الحالة دي سبق لها الحمل والاجهاض او الولادة المبكرة حجم اللوف هل اللوفة دي مؤثرة في مكان مؤثر بالنسبة لنا بالنسبة للحقن العدد كل الحاجات دي بتقول لنا احنا نعملها ولا لا انما مدامة منجودة في تجويف الرحم او ملامسة لتجويف الرحم لو فيه امكانية طبعا جراحية ان احنا نشيلها بنشيلها طبعا يبقى لو داخل الرحم لازم تتشال لازم تتشال لكن لو في عنق الرحم مش بالضرورة تتشال على حسب كل حالة طبعا كل حالة تقييمها مختلف عن التانية بس حتى لو هو خارج الرحم او في عنق الرحم وهو يعني هيسحب اكتر كمية الدم المتضفقة احنا قلنا فيه توصيات مختلفة بالنسبة حجم اللوف عددها التاريخ المرضي للمريضة هل هي حملت قبل كده وسقطت هل حصل لها ولادة مبكرة بسبب وجود عدد كبير من اللوف الموضوع لغاية دلوقتي يعني لسه فيه كلام ايه الافضل للمريضة طبقا للتاريخ عشان كده احنا بنقول التاريخ المرضي للمريضة وايه ايه اللي حصل لها ده مهم خالص في تقييم حالة الحقن المجهري وبنتعامل مع كل مريضة ببروتوكول مختلف فيه اختيار هنعمل لها ايه اثناء الحقن المجهري طيب وبالنسبة المشكلات الجهاز المناعي لها علاقة بفشل الحقن المجهري اه طبعا احنا زي ما احنا قلنا ان فترة انغماس الاجنة دي بيبقى فيه دم واصل للجنين زي ما احنا بنقولنا زي المي في الزراعة او زي ما بنقول بندي مواد بتخلينا يحصل نمو عدم وصول الكلام ده لبطانة الرحم بسبب الاجسام المناعية اللي بتتحد مع بنقول الخلايا او بتزود خلايا القاتلة فبتقتل الجنين زي ما بنقول دي عاملة زي ضدت الارض ده بيخللنا الجنين بعد ما ينزرع يحصل له محصلش نجاح للحقن المجهري ودي بنقول عليها الاجسام المناعية علاج الموضوع ده بنقول بيظهر على طول بعد اللي قدر الله فشل او تاريخ مرضي لتكرار فشل الحقن المجهري او اجهاض متكرر وده ليه تحليله وليه علاجه اول ما الامور بتنتظم والجهاز المناعي عندنا بيبقى الامور فيه كويسة بنبدأ خطوات الحقن المجهري طيب خلينا نسأل كده شيف عماد شيف عماد قل لي عندك فكرة عن ايه هي المواد الغذائيل اللي ممكن تبقى مفيدة للسيدة الحامل بالنسبة لخضوات الفريش زي الباقدونس الرقة اللي احنا نعملها دلوقتي عبارة عن جرجير وطماطم كل الحاجات دي مفيدة صحيا ونبعد عن الحاجات اللي فيها مواد حفظة كل الدوك بيأثر على الجنين وبيأثر على الحاجات دي خالص فيحنا عاملين اكلة حتى الاكلة دي دسمة واكلة يعني مفيدة جدا مغزية مغزية واكيد واكيد طماحل اللي انا رحبها تحقق حدرتك شم الريحة يعني واستاذ المشاهدين ان شاء الله يجربوها وتعجب حضراتهم يعني بإذن الله احنا خلاص كده خلصنا اللحمة تسلأت وكل حاجات سلأت هنقدم هنفضيها في الطاجل هنفضيها في الطاجل هنرجع لك تاني اروح بس دكتور احمد عايز اسأل حضرتك بخصوص المعمل هل هناك مقاييس يجب مراعاتها في اختيار معمل الحق المجهري لضمان نجاح العملية طبعا احنا بنقول الحق المجهري مش عمل فردي بيقوم على شخص وجود ده دوره منقول الجندي المخفي في عملية الحق المجهري بيقوم عليه نجاح وفشل الحق المجهري وجود معمل بقوة في اجهزة في حضانات بمستوى عالي في امكانيات عالية ده بيساعد على نجاح الحق المجهري باكتر من 70% من العملية طب ايه الفرق ما بين حضانة واخرى كان فيه زي ما بنقول اغلب المراكز في مصر دلوقتي كان فيها الحضانات التقليدية اللي احنا كنا بنفتحها كل ما بنحب ندخل جنين او بنبص عليه دلوقتي بييه في الحضانة الدكية او الامبيريوسكوب وبعد كده ظهرت كمان الحضانة الجديدة اللي هي فيها بنقول سابرتشامبر او قود منفصلة او غرف منفصلة للاجنة ودي مرتبطة طبعا ان احنا بدل ما بنفتح الحضانة عشان نبص ما نفتحش على الاجنة كلها لانها بتتأثر طبعا بالحرارة وبفتح الحضانة المتكررة وجود حضانة بقوة زي بنقول الحضانات اللي فيها غرف منفصلة خلانا بيخلي الجنين زي ما احنا قلنا بيوصل من اليوم التالت لليوم الخامس بجودة كويسة وما بيحصلوش اي مشاكل او ما بتوقفش في مرحلة من المراحل بسبب ضعف الحضانة او المعمل اللي احنا موجودين فيه نقدر نقول ان التقنيات الحديثة اللي بنسمع عنها كان لها دور او نسبة كبيرة في نجاح عملية الحقن المجهاري طبعا فيه تقنيات جديدة ظهرت واثرت معنا في نجاح الحقن المجهاري منها تقنيات كتير خالص في اختيار احسن بويضة واحسن حيائن منوي فده اثر معنا في نتيجة الحقن المجهاري في اختيار الحيائن منوي احنا بقينا بنختار عن طريق الامسي أو بنقول الميكروسكوب اللي بيخلي لنا مبصة على الحياة المنوي 120 ضعف من الأول فبيخلينا نختار أحسن حياة المنوي عشان نحن بيه البوايدة زي ما نقول عشان البذرة بتاعتنا أو بنقول الجنين يبقى أقوىهم وأحسنهم التقنيات الثانية زي الاسستت هاتشينج أو بنقول الليزر في مساعدة فاقص البوايدة برضو زود منقول حالات انغماس الأجنة وحدوث حمل تقنيات زي النانو تكنولوجي دخلت في الموضوع كل ده ساعدنا في حدوث زيادة فرصة النجاح في الحقن الميكاري فده بيخلنا الوضع مختلف تماما غير الأول في حالات فشل الحقن الميكاري وتكرار الفشل مع الحالات يبقى احنا نقول ان الحضانات الذكية أو الحضانات الحديثة يصبح يتعيد على ان احنا نختار جنين قول طبعا احنا دلوقتي دخلين في مرحلة تانية خالص انه اختيار الأجنة يتم يبقى حاجة زي بالكمبيوتر زي ما بنقول بمتابعة شكل وحجم الأجنة وتطورها وانقسامتها عن طريق الكمبيوتر دي حاجات جديدة خالص شغالة في منقول انظر سيرش ودي هتقير مفهوم الحقن الميكاري في كام سنة لشكل مختلف تماما في طريقة اختيار الأجنة والأفضل احنا شمين الريحة كده تمام يا شيف احنا عايزينك تغرف بقى من فضلك الأكل كده عشان نشوف معاك وقبل ما نروح نشوف الأكل مع الشيف انا بس عايزة سريعا كده نصيح مهمة او تعليمات لكل زوج وزوج بعد عملية الحقن الميكاري طبعا بعد حقن الميكاري زي ما بنقول التوتر او العصبية او جزء نفسي اهم جزء في الحقن الميكاري وده بنبدأ فيه من قبل كمان تحضير الحقن الميكاري بحيث ان احنا بقى فاهمين ان ده هبة من عند الله والهبة دي بتتغاق يعني لايس لنا فيها دخل احنا بنعمل خطوات الصحيحة بنقول ان اهم نصايح بعد الارجاء بعد سحب البويضات اتباع التعليمات الخاصة بالمركز اتباع الخطوات الخاصة بالعلاج في موعيده اللي بنقول قلة الحركة في فترة بتاعت الانتظار زي ما بنقول اكل الصحي لازم يكون فيه خضار كتير فكهة كتير خلينا قوم نشوف الاكل بتاع الشيف بقى وهو اكل صحي مليء بالخضروات انا شايفا ياريت الكاميرا لو تجيب معنا كده لشكل الطاجن وهو لحم ضاني صح لحم ضاني بالخضروات والبرقو او الاراسيا يعني هي ريحتها طحفة وشكلها جميل ان شاء الله يبقى طعمها حلو جدا نشكرك يا شيف عماد ونشكر الشيف عبدالله كمان ونشكر دكتور احمد كامل بكري شكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة طبعا احنا انا بس هقول حاجة بسيطة كده دلوقتي الحق المجهري بقي خطوة كتير مهمة لحالات كتير ما كانش لها علاج قبل كده ما بنحبش نخلي المريضة دي نصيحة تستنى لغاية ما توصل لسن كبير زي ما احنا قلنا السن بيأخر نسبة نجاح كل ما استنى يبقى اقل او اصغل يبقى انسب شكرا عليك يا دكتور وكده عزيزي المشاهدين وصل لنهاية حلقتنا او سهريتنا النهاردة ونشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا على امل ان نلتقي بكم في سهرية جديدة الاسبوع القادم ان شاء الله